ترجمة نانسي قنع تتقاطع أهداف التحالف الثلاثي القطري الأخواني الإيراني في تعميم الفكر الجهادي الحزبي الأممي والسيطرة على عدد من دول الخليج العربي وتصدير الثورات وإضعاف السعودية وإثارة الفوضى فيها حيث ذكرت مصادر صحفية أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة الثاني وجد فيما يسمى بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي أداة لتحقيق حلمه في التوسع والهيمنة وبدأت من يومها التفاهمات والعمل بعد أن دخلت إيران على خط الشراكة معهما في الأهداف يقول الإخوان إن أدبياتهم ترتكز على فكرة الإسلام الشامل والتقارب بين مذاهبه لكن الفكرة في الواقع تتعدى كونها نظرية دينية فما أظهرته التجارب والوقائع خاصة العلاقة المشبوهة التي ربطت جماعة الإخوان بالنظام الولي الفقيه في طهران يؤكد وجود ما هو أبعد من ذلك في أدبيات هذا التنظيم تتلاقى أهداف قطر وجماعة الإخوان عبر استغلال بعضهم البعض لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية لكل طرف فقطر تسعى للاستثمار في ورقة الإخوان لمد نفوذها في المنطقة واحتواء نفوذ الدول المنافسة لها عبر التهديد بورقة الإخوان أما الإخوان من جهتهم فيستغلون نقطة الالتقاء بينهم وبين قطر للدفاع والترويج عن أجندتهم في المنطقة حيث قدمت الجماعة مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي كواجهة دينية ناعمة فيما قدمت الدوحة منصاتها الإعلامية وأموالها سعيا لفرض نفسها كدولة تمتلك نفوذا سياسيا واستراتيجيا أما العلاقات بين قطر وإيران فهي مبيزة وقوية دللت عليها الزيارات المتكررة لأمير قطر السابق إلى طهران في العقد الأول من القرن الحالي ما شكل علامة بارزة للتقارب القطري الإيراني حيث تعتبر قطر إيران جزءا من الحل الأمني لتحقيق ما تسميه الاستقرار في المنطقة وخير دليل على ذلك هو رفض قطر قطع علاقاتها بإيران أسوة بشقيقاتها في الخليج بعد حرق سفارة السعودية في طهران وعلى الرغم من الاتفاق على ملفات عدة إلا أن هناك اختلافا بين الدوحة وطهران فيما يتعلق بالملف السوري ولتحقيق التقارب في هذا الملف تم برعاية قطرية إيرانية وشراكة الإخوان السوريين وفصائلهم المسلحة متعددة التسميات تم فرض العديد من صفقات التهجير القسري في مدن وبلدات سورية كثيرة كان آخرها وأشهرها ما عرف باتفاق المدن الأربع الذي تزامن مع الزيارة السرية لوزير الخارجية القطري إلى بغداد حيث التقى خلالها بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فيما أشارت مصادر صحفية أبرزها صحيفة عكاظ السعودية أن الاجتماع كان يهدف للتمرد على مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياضة وفيما كانت إيران تمد عيونها وأذرعها إلى المنطقة العربية فقد وجدت في قطر والإخوان حليفين في لقاء المصالح المشبوهة وكانت كلمات رنانة كالثورة والتغيير مفتاحا للعمل المشترك وتقويض الاستقرار في عدد من دول المنطقة وإثارة النعرات الطائفية فيها وما شهدته الساحة اليمنية خير دليل على هذا النهج حيث تحالف حزب الإصلاح اليمني مع ميليشيا الحوثي وصالح في الانقلاب على السلطة الشرعية فيما كانت إيران تمد لانقلابيين بالسلاح والمال وهو الأمر الذي سعت إليه قطر من خلال إبرام اتفاق المصالحة عام 2007 تحالف بين الأطراف الثلاثة متحدة المواقف في كل ما من شأنه زعزعة استقرار المنطقة ظهرت بوادره واضحة بعد وصول الإخوان إلى الحكم في مصر والنقلة النوعية في العلاقات المصرية الإيرانية في تلك الحقبة وزاد الدور القطري في دعم هذا التحالف الاستراتيجي ربما وجدت قطر في هذا التحالف المشوه الفوضوي بديلا ناجحا حسب رؤيتها عن تحالف الحق بين الأشقاء في درع الجزيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة